اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ونرحب في ضيفنا في الستوديو الأستاذ الدكتور خضير فريجوت الأكاديمي والخبير الاستراتيجي اهلا بك اهلا بك يعني استاذ خضير مثل ما تبعنا بعد 2003 ازدادت هذه العشوائيات ما كنا نسمع بها بهذه الكثرة قبل 2003 طبعا بسبب القوانين الصارمة اللي كانت موجودة بهذا الموضوع بالذات لكن اليوم موجودة المساكن العشوائية موجودة ضعف القانون بالتأكيد كان الى دور كبير في انتشار موضوع استكن العشوائي بسم الله الرحمن الرحيم اكاد اجزم بان العراق قبل 2003 لم يشهد اي ظاهر من ظاهر السكن العشوائي لان طبيعة الدولة هي التي تحدد المسارات التي يمارسها الشعب لهيبة الدولة ولوجود قوانين صارمة وحدة ووفرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية ووفرة الخدمات المختلفة كالخدمات المتعلقة بالسكن والكهرباء والصحة والتعليم والخدمات البلدية وغيرها من هذه الخدمات التي كانت متاحة ومتوفرة بشكل كبير مما ادى الى الحد من وجود مثل هذه الظواهر التي جاءت مع الاحتلال اي انها برزت بعد 2003 ثم تفاقم اثرها عبر السنوات التي وصلت الى حد مؤلم في 2018 حيث نجد ان هناك العديد من العوائل التي تسكن هذه المناطق العشوائية بل انها امتدت الى سكن المزابل وأماكن القمامة حيث ان البعض منهم يقتات على هذه القمامة وهذه المزابل وفي سكن متردي لا ينم عن ابسط قواعد الصحة لذلك لكن ايضا استاذ يعني حقيقة يوجد الكثير من الاشخاص اللي لا يمتلكون مأوى لكن الكثير منهم ايضا متجاوزين وهذا السبب مثل ما حضرتك تفضلت يعود الى ربما التراخي في الادارة التراخي وعدم وجود الانظمة الصارمة وعدم وفرة الاماكن المتاحة لهؤلاء السكان نتيجة وجود حقيقة الفساد الاداري والمالي وانشغال الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال في تكديس وتراكم الثروات الخاصة بهم دون ان ينظروا الى مصالح الشعب ودون ان يدرك اي منهم الى ضرورة تحقيق المتضلبات المعيشية لابناء شعبهم بل انهم وفروا لانفسهم المبالغ الكبيرة والذلل الفارهة ومستلزمات العيش الرغيدة وفي الواقع حينما نقول لهم انظروا الى هذا الشعب ووفروا له امكانية العيش الكريم مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الفساد العارل الذي استشرى في الحكومات التي جاءت عقب الاحتلال كرست ظواهر جدا مترجمة